أحبانا مشاهدين برحب بيكم مرة تانية معانا في برنامج خواطر كتابية رحب كمان بلا خهاني معانا في هذه الحلقات أهلا بك يا خهاني بنتابع مع بعض تأملتنا ودراستنا في رسالة يعقوب حياتعلمنا كتير قوي منها في الحلقات الماضية وبنتابع مع بعض النهاردة هنتكلم في الأصحاح الثالث من رسالة يعقوب خلينا نقرأ مع بعض آيات قليلة من بداية الأصحاح الثالث في رسالة يعقوب بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي علمين أننا نأخذ دينونة أعظم لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا بعد كده بيسترسل على الكلام واللسان وأنا الحقيقة في البداية عايز أسأل الأخ هاني في البداية هو اللي بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين بعد ما كان بيتكلم عن عمل الإيمان في حياة إبراهيم ورحيل ورحب بالأسف زي ما قلنا في رسالة يعقوب الرسول بيستبعد شيء عشان يحط محله الشيء الجوهري الأصيل فبعد ما استبعد المحابة في الإيمان الآن يستبعد تحويل الحياة المسيحية إلى معرفة إنسانية وفي هذه المعرفة ككل المعارف البشرية الإنسان طواق للمعرفة والإنسان سريع ودقوب إنه يتعمق في المعرفة والفهم هذا جيد لكن المعرفة الروحية شيء آخر وأكبر تعبير أو دليل عن روح الإنسان وداخله هو ما يتكلم به أو ما يقوله دايما الكلام يعبر عن الإنسان فهو هنا بيمسك الإنسان من شيء تلقائي واضح وهو كلامه زي ما قال في الإصحاح اللي فات ما تبقوش مسرعين في الكلام تحويل الحياة الروحية إلى معرفة وإلى مواضيع وإلى صفات دينية يفرغ الإيمان من مضمونه الروحي الإلهي السماوي ويحده أو يقصره في حدود المعارف الإنسانية وفي هذا المجال الإنسان يتكلم كلام كبير لكن ملوش قيمة روحية ولا يعبر عن جوهة الروحي فابتدى يتكلم عن عظمة الفكر الإنساني وعن عظمة الكلام وقوته وتأثيره فعايز كلام الإنسان ولسانه يكون معبرا فالتعديل هنا مش في الكلام ولا في اللسان التعديل في العمق الإنساني فبيقول للمؤمنين ما تجروش ما تجروش نحية المعرفة الإنسانية إزاي لما المسيح سأل التلاميذ قال لهم الناس بيقولوا علي إيه فبطرس قال له أنت يسوع المسيح ابن الله الحي قال له طوباك يا سمعان ابن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات هذه ليست نتاج اللحم والدم هذا إعلان روحي سماوي أعطاه إياك أبي الذي في السماوات هذا الإعلان هذا الإيمان هذا الجوهر الروحي هو الصخرة اللي أنا بشتغل عليها يا بطرس واللي هبني عليها الكنيسة يا بطرس فيعقوب الرسول مستمسك بالأساس الصخري اللي المسيح متمسك به وهو استنارة القلب والزهن بضوء الإيمان فبيكلم عن الحياة الإنسانية في كلامها العظيم واستلاحاتها العالية الفخمة عشان كده بولس الرسول كان يقول في رسالة الرمية غير منقاضين إلى الأمور العالية بل إلى المتواضعين الأمور العالية اللي هي الكلام العالي وكلمة الكلام العالي دي صحبتها في العهد الأديم واحدة ست اللي هي حنة حنة لما قالت ليس بالقوة يغلب الإنسان الله أشبع الجائع وأشبع الضعيف والفقير قصي الجبابر انحطمت والضعفاء طمنتقوا بالبأس لكن لا تكسروا الكلام العالي حنة قالت كده لما تقرى صلاة حنة بالروح وتسبيحتها والصلاة دي جت لها منين إنها دخلت الهيكل الأول تبكي مرة النفس الكتاب بيقول أن علي الكاهن قال لها أنت يا ست سكرانة ولا شربة ولا إيه ما تنزعي خمرك عني قالت له لا أنا مش امرأة بل يعال أنا بأسكب نفسي أمام الرب كلمة جميلة جدا كأن يعقوب الرسول عايز يقول للمؤمنين بدل الجري وراء المعرفة البشرية والإنسانية إنسكاب الإنسان أمام الله في اتضاع وانكسار يخلي الله يدخل الإنسان إلى مقاصده العليا فلما تقرى حكاية حنة وتقرى صلاتها كأنها تلميزة يعقوب الرسول فتطبيق الجزء ده حضرتك أخدته على حن النبي وقلبها حين دخلت تصلي أمام الله هي انكسرت وكان حتى كلامها أولئي لكن كان قلبها في صنعه شفتها فقط تتحرك لكن أنا اللي عجبني في القصة دي قولها الكلام العالي اللي يعقوب الرسول ها هنا اللسان ده عضو صغير لكنه يفتخر متعظما بيقول كلام كبير قوي اه 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 اذا يعني أنا شايف كده كده يبقى تربطت باللي كنا ماشيين فيه بإيمان إبراهيم وبرحاب الزانية بيقول في الآخر أنا شايف في آخر هذا الجزء العدد عشرة من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة وبعد كده داخل إلى الينبوع بيتكلم على العل ينبوع واحد أنا برضو شايف أنه بيتكلم على الأصل وعلى داخل قلب الإنسان الإنسان الجواني الإنسان الجواني هو الموضوع الأساسي في الإيمان اللي بولس الرسول أي لها فرسلته ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنا بصلي علشانكم لكي تمتلئوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن الإنسان الجواني الإنسان الجواني الإنسان الحقيقي اللي آيه العامل بيترس الرسول إنسان القلب الخفي هو ده النبع فيعقوب الرسول بيقول أن اللسان يأخذ مفاهيمه ومدركاته وألفاظه واصطلاحاته وعلوه أو انخفاضه من النبع أيه فهو عشان يؤمن هذا النبع ويحفظه في الروح قال لهم شهوة العلم شهوة المعرفة شهوة أن تكون معلما شهوة أن تشرح زي نيقوديموس هو بيكلم المسيح رايح له بالليل نيقوديموس كان حصل على أعلى درجة دينية في المدرش اليهودي وهي ربوني ونيقوديموس كان حصل على مفتاح المعرف يعني كان اللي بيأخذ الدكتوراه دي يدولوا مفتاح المعرفة يعني ده يملك ناصية المعرفة الدينية وده اللي قال عنهم المسيح أخذتهم مفاتيح المعرفة لا دخلته ولا خلته حد يخش أهو دي اللي بيقوله معلمين كثيرين ولما جه المسيح يقول للبطرس ميزة التلمزة في ملكوت الله قال له أنا اديتك مش مفاتيح المعرفة مفاتيح ملكوت السماوات دي قصة وده قصة بدمجة السيرة يعقوب الرسول يفرق هنا بين مفتاح المعرفة ومفتاح الملكوت يعقوب الرسول يفرق بين كتبة الناموس والشريعة المتعلمين في المدارس الدينية وبين كتبت ملكوت السماوات الكاتب المتعلم في ملكوت الله الذي يخرج من كنزه جددا وعتقاء فرحني قديموس قعد مع المسيح الذي لا يحمل ولا درجة علمية ولكن أدبا وحياء من الراجل كرموا وقال له نحن نعلم أنك أتيت من الله دايما العارفون يبدأون كلامهم هكذا نحن نعلم بعد شوية لما المسيح كلمه عن الجوهر الروحي وعن الخليقة الجديدة قال له شفت أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا ليه قال له المعرفة دي أخفيت عن الحكماء والفهماء المعرفة الروحية ليست من هذا الظهر ولا من عظماء هذا الظهر الله أعلنها بروحه لأطفاله اللي هم مواليد ملكوت السماوات يعقوب الرسول داخل بين مفرق النفس والروح عشان يفر بين المعرفة الإنسانية اللي مسميها هنا النفسانية الشيطانية وبين المعرفة الروحية والرب يسوء قال عن المعرفة الحقيقية هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح ابنك الذي أرسلت يا شيء رائع يعني ده تفريق بين حقيقة قلب الإنسان والمعرفة الروحية والمعرفة اللي نقول عليها مثلا يعني يمكن نتكلم عليها قدام شوية الحكمة نقول الشخص ده حكيم بسبب معرفته وبسبب ما يعلم بينما حضرتك بتكلم عن الحكمة النازلة من فوق أيوة ده يعقوب الرسول اللي بتكلم فرق في نص الإصحاح بين الحكمة الإنسانية النفسانية الشيطانية وبين الحكمة النازلة من فوق دي تاني مرة يقولها في رسلته وبالمناسبة كلمة النازلة من فوق كلمة أثيرة عند يعقوب الرسول يعني هو يتكلم عن الموهبة التامة والعطية الصالحة النازلة من فوق ويتكلم عن الحكمة النازلة من فوق هو يعرف أن الحياة المسيحية هبة وعطية وكنز نزل على الذين يحبون يسوع المسيح من كل قلوبهم علشان كده هو بيفر بين الحكمة الإنسانية والمعرفة الإنسانية وبين معرفة الله الحقيقية بولس الرسول يقولها إزاي لما صر الله أن يعلن ابنه فيا للوقت لم أستشر لحما ولا دما يعلن ابنه فيا هو ده الإيمان اللي بيتكلم عنه يعقوب الرسول وهو ده اللي قاله البطرس إن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السماوات يبقى أنا كمؤمن محتاج أخذ الإعلان ده فيا من الرب أيها نظبوط كده لكن وهو بيتكلم عن لسان هو في الحقيقة حجز مساحة كبيرة لموضوع اللسان أو الكلام عشان يوصف تأثير الكلمة سواء كانت روحية حقيقية أو كانت نفسانية عالمية شيطانية يقول لك اللسان ده مع أنه عضو صغير بس يا ما بيحرق من وقود يا ما بيحرق من حاجات في بعض الترجمات يقولوا هو عضو صغير لكنه يحرق غابات أي ويعقوب الرسول يقول هو بيجيب الشرارة بتاعته الوقود بتاعه من جهنم قوة الكلمة شيء هائل في حياة البشر فبيقول خلي كلامك حقيقي أو زي ما قال المسيح مملحا خلي كلامك في الحق خلي كلامك مضمونه إلهي حقيقي جوهري بيقوله في المثل يعني يقوله مفتاح الشر كلمة ومفتاح البطن لقمة لما بطرس الرسول رحل المسيح وقاله أنت بتتكلم كتير على الألم والصليب والموت ما تتكلم شوية بقى عن المجد وعن المملكة الجميلة قاله الكلام اللي أنت بتقوله ده أنت جايب الوقود بتاعه من جهنم اذهب عني يا شيطان ليه؟ قال إيه الرجل؟ قالك تهتم بما للناس؟ مش بما لله إنسانية نفسانية شيطانية يعقوب الرسول كاتب في رسالته خلاصة الخلاصة الخلاصة بتاعة الإنجيل إذن هناك حكمتين فقط يا إما نازلة من فوق يا إما إنسانية ونفسانية وشيطانية ومعرفتين يا إما معرفة الله يا إما معرفة إنسانية أنا يعني عايز بما أننا بنتكلم عن اللسان يا أخي هاني برضو يعني وزاني اللسان بيخرج ما في قلب الإنسان وفي نبع الإنسان إحنا محتاجين لحياة ممتلئة بمعرفة الله فيكون صمرها بين في لسنة وفي كلامنا تمام يمكن يكون لك تعليق عن الجزء دوة يعني الرب يسوع قال في إنجيل متى إصحى 12 وآية 36 بكلامك تتبرر وبكلامك تدان في كلمات قالها ناس للمسيح المسيح رد عليهم قال لهم لأجل هذه الكلمة اذهب إيمانك عمل وعمل وعمل هي الكلمة هي القلب الله ينظر إلى القلب والقلب المنكسر والمتواضع لا يرزل الله اللي ممكن يخلي الإنسان يفقد الجوهر ده جريه وراء العظمة الروحية وانا عايز اقول كلمة عن الحركات او الاتجاهات او المدارس التي تعظم الإنسان عن طريق إيمانه بالمسيح هذا كلام عالي وهذه روحانيات عالية غير منقاضين إلى الأمور العالية بل المتضعين محدش فينا كان يدرك إن القلب الإنساني له هذا التأثير علشان كده داود كان بيصلي دايما دايما وإحنا بنصلي دايما دايما نقول له اعطيني يا رب قلب منكسر ومتواضع وروح منصحقة لأن انت لا ترزلها يا الله في ناس فاكرة القلب المنصحق او المنكسر دا يعني لسه الإنسان معرفش بقى الفرح الروحي لا غير صحيح دا هو القلب المتضع دا اللي بتنسكب فيه نعمة الله وعطية الله فيعقوب الرسول بيحذر المؤمنين من العظمة الإنسانية اللي بتيجي عن طريق احتراف المعرفة الروحية واحتراف الوصف للروحانية دي عظمة إنسانية بس بتتسحب من طريق أخرى لكن شخص يسوع المسيح عشان كده هو بيوصف الحكمة هنا في الإنجيل بيقول أجيب اللفظ اللي هو بيقولها عليها بالزبط فليوري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة وداعة الحكمة يعني اتضاعها على فكرة الحكمة هنا عند يقوب الرسول مراضفة تماما للنعمة عند بولس الرسول مراضفة تماما للمحبة عند يحن الرسول هم الثلاثة بيتكلموا مراضفين مراضفين يتكلموا عن العطية الروحية إذن الكلمة لها تأثير والكلمة الله بيرى فيها دوافع القلب والشيء رائع جدا أنه يعقوب هنا بيورينا ما يخرج من قلب الإنسان والكلام اللي احنا بنقوله خارج من قلوبنا يعلن عن ما في داخلنا أنا عايز برضو الجزء اللي انت قلته عن المعرفة إن فيه فرق بين المعرفة الإنسانية والمعرفة الروحية أنا عايز لإني كتير ما عايزين ندرس وعايزين نعرف وعايزين نقدم مواضيع بينما حضرتك قلت إن ده مختلف عن الحقيقة اللي بيتكلم عنها الكتاب أنا عايز أقولي أمير أن في السنين الأولى للمسيحية لم يكن هناك كتاب اسمه الكتاب المقدس ولكن كانت المسيحية تنتقل مثل النور من قلب إلى قلب من أب إلى تلميذ والروحانية الشرقية عندنا أيمى أساسا على التسليم والتسلم وعايز أقول إن هي دي الحاجة اللي بتطرق بصمتها الأساسية في حياة إنسان الله المدرسة الروحية اللي هو ترعرع فيها هل هي مدرسة تحب الظهور تحب أن تصير كبيرا وقويا وعظيما عن طريق الإيمان أم هي مدرسة إنسان تلميذ في مدرسة السيد ويتعلم عند قدمي المسيح ما رأيك في مدرسة مريم أخت العاظر المدرسة دي منهجها سطري كانت تجلس عند قدمي يسوع وتسمع كلامه ولما جت المسيح يديها شهادة التأدير الخاصة كتب عليها كده مريم اختارت النصيب الصالح الذي لم ينزع منها أبدا يلا نختار النصيب الصالح أمين أمين أجمل شيء أن نختار هذا النصيب أن نكون تلميذ عند قدمي يسوع هنختم حلقتنا النهاردة بهذا الدرس الرائع يكفي أن نكون تلميذ ذاك ونتبع يسوع المسيح اللي عاش متضع وإحنا كمان تلميذ ونعكي الصورة وفي التضاع وفي تبعية حقيقية لي نشكر ربي جدا على حلقة النهاردة وعلى وجبة رائعة من كلمة الله وجبة هنية ممتلئة من كلمة الله بنشكرك يا خيهاني وربنا يبركك لوجودك معنا ونصلي من أجلكم نصلي أن نزداد في معرفة الله هذا الشخص الرائع جدا إذا كان عندكم تساؤلات تقدروا تبعاتوا لنا على الإيميل خواطر كتابية أات الحرية دوت تي في ربنا يبرككم يكون معاكم ونتابع معاكم في الحلقة القادمة نكمل رسالة ياعو